ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح مع محوري تعز والحديدة الجاهزية الحربية واستعدادات القوات العسكرية في المحورين وفتح أفاق جديدة للتنسيق الحربي وتبادل الخبرات بين المحاور العسكرية وشدد عضو مجلس القيادة على رفع الجاهزية القتالية والحربية والاستعداد الجيد في كافة جهات أو جبهات تعز والحديدة من خلال تحضير كافة القوات والعتاد العسكري وتفعيل خطط الإسناد والبقاء في حالة تأهب دائم لأي خيارات واردة مؤكدا أن كافة الجبهات في تعز والحديدة تمثل مسرحا حربيا واحدا يتحد فيه رفاق السلاح ضد عدو مشترك وأشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بمستويات التنسيق والجاهزية العسكرية مشددا على رفع الكفاءة القتالية للأفراد من خلال وضع خطط فاعلة للعام التدريبي الجديد تضمن تأهيلهم بشكل أفضل مثمنا الجهود التي بذلتها قيادة المحور العسكرية على مستوى التواصل والتنسيق والإسناد المتبادل وتبادل المعلومات وتعزيز المهام المشتركة لسد الثغرات أمام العدو الحوثي وقدمت قيادة محوري تعز والحديدة تقارير حول الأوضاع الأمنية والعسكرية في الجبهات برّا وبحرا ومستويات التنسيق بين المحاور العسكرية في التصدي للأنشطة العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية اشتركوا في القناة